طيب أتوقف هنا مع قصة ذكرها الشيخ عثمان الخميس إلى أن البابا في أحد السنوات الماضية ويتحدث يعني عن عشرات السنين الماضية كان هناك بابا وكان هناك نائب له هذا النائب يتحدث عن أنه كان هناك اجتماع والبابا لم يكن حاضرا في هذا الاجتماع كان مريض وقتها وأرسل هذا النائب له واجتمعوا يعني في المجمع الكنسي وتدارسوا معنا كلمة البركاليت هو يقول بأن باركاليتس باللغة اليونانية القديمة تعني كثير الحمد وقالوا بأن في الكتب القديمة سيدنا عيسى أو اليسوع كما هم يقولون بشر بأنه سيأتي رسول من بعده أو شخص من بعده كثير الحمد باركاليت وسيكون هاديا لهذه الأمة ويكون بشيرا ويكون خاتم للمرسلين لكن حرفت هذه الكلمة في الأولى الأخيرة وبدلا من أن تكون بمعنى كثير الحمد كما هي في اللغة اليونانية القديمة أصبحت باسم المعزة وأشاروا في هذا الاجتماع إلى أنهم اختلفوا حيال تفسير هذه الكلمة وفقا للتفسيرات الحالية لم يكن لديهم علم باللغة القديمة ولكن بعد أن عاد هذا النائب للبابا وطلب منه ترجمة هذه الكلمة أو ماذا تعني باركاليت تلك التي أتت في الكتب القديمة هو قال له بعد إصرار شديد للغاية بأن باركاليت تعني محمد تعني كثير الحمد تعني محمد إذن هو يشير إلى الإسلام وإلى حقيقة الإسلام لكن هذا النائب أشر إليه كيف له يعني وهو كبير القساوسة أن يؤمن بسيدنا محمد وأن يشير إلى أن باركاليت تلك تعني محمد قال له بأن ما يمنعني هو الخوف وأيضا الخوف على المال الخوف على الحياة لكن في النهاية هذا الرجل النائب ربنا شرح صدره للإسلام وبالفعل أعلن عن إسلامه بعد أن ذهب لأحد الدول العربية في شمال إفريقيا تونس بالتحديد وأشار بهذه القصة وأنا أنقلها عن الدكتور عثمان الخميس إذن هل تعتقد ونحن نتحدث عن هذا القصة الأمريكية نحن نتحدث عن واقعها الآن يتابعها العالم أجمع القصة الأمريكية الشهيرة هلاريون هيجي بعد طيلة هذه المدة من خدمة الكنيسة هو يعلن عن إسلامه ويقول بأن الإسلام هو دين الحق هل تعتقد بأن كثير من الرهبان أو بعض الرهبان يعلموا بأن الإسلام هو الحق وغير قادرين على البوح بهذا الأمر صحيح يعني وأنا أجزم بذلك وكذلك بعض كثير من المسيحيين خاصة في البلاد التي لا تقوم على حماية من يعتنقون الإسلام خاصة للأسف ترجمة نانسي قنقر